بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ مع بعض الآن عملية simulation لعملية turning فنبدأ فتح البرنامج يبدأ يفتح البرنامج لما يفتح البرنامج بنجد أنه عندنا file وفي help وفي new part document وفي open existing document فننتظر اللحظة فتحت لي الشاشة اللي هو new part document wizard فبيقول لي new file أنا أختار new file عشان نبدأ عملية turning بدل ما كنا واخدين اللي هي milling setup هنشتغل على turn mill ونشتغل خلينا نشتغل بعض exercises على inch وبعض exercises الأخرى ان شاء الله نعملها على metric طيب عندنا outer diameter اصبح عندي stock بدل ما كان block كان بيبقى block كده في الميلنج أصبح هندي الاستوك اللي هو around فنخلي outer diameter بي 2 وي length بي 3 انش عايزين نعمل عملية facing فبنروح على finish and edit properties وبنروح على هنا وبنضيف قيمة لزد بي 06 انش يبقى كده احنا موافقون بدأ يظهر لي الاستوك بتاعي طيب انا عايز ارجع الاستوك تاني هضغط هيجب لي الاستوك لو عايز اعمل فيه اي تعديل هعمل ايه التعديل اللازم كده خلاص انا عندي الاستوك وموافق عليه وعرفت ايه ان المتيريال من الاومونيوم مشغلين على هذا الاساس طيب بعد ما انتكت بعد ما جهست الاستوك عايز اعمل عليه بعض العمليات التشغيلية اللي هنشوفها هتتعمل ازاي فان شاء الله ده بنتدرسه مع بعض في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته